وقعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبية الوطنية للمفوض العام للجمعية المهنية للبنوك رشيد بالعيد هنا استرد المسؤول المهام الكبيرة التي وقعت على البنوك والمؤسسات المالية لتقديم مختلف الخدمات للمتعاملين التغطية لمن يحنون ارتأينا أن ننظم أمورنا ونخلق لجنة جديدة حتى نتكيف مع كل المتطلبات وكل إشكاليات التي تطرح لنا على مستوى جمعيتنا من طرف البنوك والمؤسسات المالية فخلقنا لجنة جديدة لتتعلق بالأمن المعلوماتي والسيبراني الدفع الإلكتروني وكل ما يتعلق برقمنات العمليات البنكية وأضفنا إلى ذلك كذلك خالية اتصال وفي ذات الصدد أكد المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية رشيد بالعيدة أن البنوك تلعب دورا محوريا في دعم الاستثمار والمشاريع في خدم القفزة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر بما يخص الاستثمار دور البنوك معروف منذ القديم دور البنوك بالفرنسية نقول أنها فالبنوك العمومية وكل البنوك والمؤسسات المالية مجنة لتمويل الاستثمار فتمويل الاستثمار قانون الاستثمار كان جاء بتحفيزات فيما يخص القطاعات فيما يخص الريجيون كما يقولون وكذلك بالنسبة للمشاريع المهيكلة فكل هذه التحفيزات الجمهورية والجبائية رايحة تزيد من مردودية المشاريع ورايحة تكون كمحفز للبنوك والمؤسسات المالية لمرافقة الاستثمار المستثمرين زيادة على ذلك كل التحفيزات فيما يخص دعم سعر الفائدة من الخزينة العمومية اللي هي رايحة تزيد من مردودية المشاريع وتحفز البنوك على تمويل هذه المشاريع وفي ذات السياق كشف عضو لجنة المالية والميزاني علال بوثلجة عن وجود عديد الانشغالات التي كانت على طاولة اجتماع نواب المجلس الشعبية الوطني ومسؤولية الجمعية المهنية للبنوك العديد من الزمالة كانوا ترقوا إلى العديد من المواضيع التي تهم المواطن وتهم الشهر العام وتهم المتعامل الاقتصاديين كان متوقع أن التركيز كان على موضوع التسهيلات والتحفيزات التي تقدمها البنوك بالنسبة لموضوع دعم وتمويل الاستثمارات من كل أنواعها هذا من جهة من جهة أخرى موضوع الرقمنا في قطاع البنوك وينوصل وش هي الأفاق متاعه موضوع السيرفة الإسلامية كذلك ضحي زهام من تدخلات سيدات وسادة النواب في موضوع النساب وموضوع الالتزام من البنوك بموضوع السيرفة الإسلامية كذلك فتح رأس المال البنوك خصوصاً مع البداية التي بدأت بالقضاء الشعبي الجزائري كذلك كانت محل الاستفسار ووش هي النتائج الأولية هل هي مشجعة أقل من ذلك كذلك موضوع فتح وكالة جديدة خصوصاً بالنسبة للمناطق النائية لأنه حتى اليوم تبقى المؤسسات المالية والبنوك في مستوى تحت المستوى الدولي اللي هو وكالة بنكية لكل 10 ألاف مواطن نحن رأنا في حدود 25 ألاف مواطن لكل وكالة بنكية وهذا الشي ما يكفيش ترجمة نانسي قنقر